قال وزير الخارجي البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن إيران لها أذرع في المنطقة وأكبر أذرعها هو حزب الله الإرهابي إيران لا تحاربنا فقط مباشرة من قبل سواحلها نعم هي تهرب وهي تقوم بأمور كثيرة لكن لها أيضا أذرع في المنطقة وأكبر ذراع لإيران في المنطقة موجود الآن هو ذراع حزب الله الإرهابي هذا الحزب موجود في لبنان موجود في العراق موجود في سوريا موجود في أماكن كثيرة متمثل في شخصية الحوثيين وهذا هو التحدي الكبير اليوم للأمن القومي العربي الذي نتحرض له من دولة تحاول أسقاط دولنا والسيطرة والهيمنة بكل وضوح ولا تتورع من القيام بأي شيء للوصول إلى هذا الهدف